بسم الله الرحمن الرحيم أقول الحكمة ظالة المؤمن أنا وجدها فهو أحق الناس بها من أين تصدر الحكمة من العلماء والحكماء من المسلمين وقد تكون من غير المسلمين أيضا فلا بد أن يستفيد المسلم من كل هذه الحكم ومن كل هذه الأقوال المفيدة وعليه أنا متأثر الحقيقة في كلام لرجل جاهلي وهو طرف بن العبد في قول أو في بيت شعر مؤثر جدا ومفيد جدا ويملك قيم عالية في هذا البيت يقول إذا القوم قالوا من فتى خلت أنني عنيت فلم أكسل ولم أتبلدي الكثير من الناس أو البعض خلينا نقول البعض من الناس يحاول أن يتملص من الواجبات ومن المسؤوليات ومن الأمور التي تتطلب التضحية فيحاول أن يتهزم من هذه الأمور والرجل الصحيح هو الذي يقف هذه المواقف مهما كانت صعبة فإذا الناس قالوا من لهذه المهمة الصعبة فعلي أن أقول أنا ولا أتملص كما يتملص البعض الآخر من هذه المسؤوليات ويتخوف من أن يتحمل هذه المسؤولية وكذلك أعجبني أبيات لبشار بن برد وهذه عندما أقول لفلان أو فلان أنا أجد منها الحكمة والأثر القوي لهذا الكلام الذي قاله فأنا علي أن أستفيد وأنا أقول دائما طبعا كل هذه الحكم وكل هذه الأقوال وهذه المثل العالية هي أساسا موجودة في ديننا في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا بشار بن برد ماذا قال قال إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنبا مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمعته وأي الناس تصفو مشاربه وعليه يجب على الإنسان عندما يصاحب صديقا عندما يصاحب أخا عندما يصاحب أي إنسان آخر لأوقات طويلة أو قصيرة عليه أن يتوقع منه احتمالات الخطأ وعليه أن يسامح وكذلك الطرف الآخر أيضا يسامح الأول حتى تسير الحياة أما أنت إذا لم تقبل أي خطأ أو زل من هذا الشخص فأنت ستعيش وحيدا إذا عش وحيدا ولا تختلط بأحد ولن يكن لك صديق إذا أنت كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحدا أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه يخطأ أحيانا حينما يخطأ وكذلك أنا احتمال أخطأ في بعض الأحيان وأتمنى من صديقي ومن أخي أن يعفو عني هذه الزلة وأنت إذا لم تشرب ميرانا على القذى لأن المياه تكون دائما نظيفة أحيانا تصر أنت في ظروف معينة أن تشرب على القذى يعني الماء الغير نظيف فإذا لم تتقبل هذه الحالة فأنت ستموت من الضمع هذه قيم لهذه الأبيات الأولى لطرفة بن العبد ولبشار بن برد وهذه بعضها أقوال من الجاهلية لكن مع ذلك فيها قيم عالية حقيقة قد يفتقدها الكثير في الوقت الحاضر من الذين لا يستعدون التفحية ولا يتحملون الآخرين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتصدون للمسؤولية في سبيل الله تعالى وممن يعفون ويسامحون الآخرين حتى تسير الحياة بالشكل الذي ينفع الجميع ويصلح الجميع والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة